بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد و آل محمد أحبتي الكرام و شاريخنات كربلاء الفضائي السلام عليكم و رحمة الله و بركاته نجدد لكم التبريك و التهاني بمناسبة عيد الله الأكبر عيد الغدير الأغر و في الأيام الماضية عبر هذه الشاشة كنا بحواريات متعددة تتعلق بهذا العيد العظيم و اليوم أيضا سنحاول أن نرتبط بهذا العيد ضمن برنامج حياة المصطفين هذا البرنامج الاسبوعي الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من مدينة النجف الأشرف في الحلقة الماضية تناول ضيفي و مع زميل الأستاذ أحمد الفتلاوي قضية المواجهة ما بين نبي الله آدم عليه السلام و إبليس و اليوم سنتناول أيضا هذه المواجهة و سنتساءل و قبل أن نساءل دعني يرحب بظيثي أستاذ عباس حياكم الله و زينب حياكم الله صعد الله يامكم رحمكم ألف خير الله يسعدكم ربي يحمينكم الله يحفظكم و يعود عليكم الخير و البركة طبعا جنابكم متمرسين في قضية الربط القرآني مع أهل البيت عليه السلام و مناسبات أهل البيت لدينا هذه المناسبة العزيز أستاذ عباس و الجميع فرحوا بهذه القضية و تكملة لما بدأتموا في الحلقة الماضية و هي مستمرة منذ حلقات عديدة في قضية الخلافة و حدتهم في الحلقة الماضية عنوان المواجهة بشكل مباشر بين نبي عدم عليه السلام و إبليس و تحدثهم في جوانب الدعدي طيب لو تسألنا أن هذه القضية المواجهة هل انتهت بحدودها المذكورة كقصة أم استمرت و لها آثار و وجود يمتد إلى الغدير نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على خير خلقه أجمعين محمد و على آله الطيبين الطهرين اللهم صلي على محمد لو عدنا إلى قضية الإنظار و التوعد الذي قام به إبليس في قضية لأقعدن لهم صراطك المستقيم لفهمنا أن المستهدف الرئيسي عند إبليس هو الغدير باعتبار أن الصراط المستقيم هو ولاية أمير المؤمنين هذا كلام دقيق صار عباس نعم المستهدف الرئيسي نعم الغدير لماذا؟ لأنه هو عبر هذا التعبير قال لأقعدن بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم وأقعدن لهم صراطك المستقيم أي أن الصراط المستقيم سيحاول أن يخلق حوله شبهات تجعل الآخرين لا يستطيعون أن يميزوه أو يغريهم بشتى الإغراءات لغرض أن يحرفهم عن أن يشلكوا الصراط المستقيم الصراط المستقيم ابتداء من سورة الفاتحة أهدنا الصراط المستقيم هو يرتبط بمن ينصوه الله تبارك وتعالى علما ليدل على رضوانه ليحكم بحكمه يعني لا يوجد عندنا مفهوم للصراط المستقيم إلا أن يكون اتباع من يأمر الله باتباعه وإلا الصراط المستقيم كمتجسد خارجي لا يتحقق يعني ما نستطيع نحن أن نقول بأنه الصراط المستقيم في تعريفاته اللغوية بأنه أقصر مسافة أو الطريق أو كذا الطريق الذي يرسمه الله نستطيع أن نقول الصراط المستقيم أحكام الله نستطيع أن نقول الصراط المستقيم هو القرآن الكريم لكن كتحقق وتجسد حقيقي واقعي يمكن العبد من أن يكون متيقنا من أنه فعلا على الطريق هو لا بد أن يتبع إماما ناطقا يكون هذا الإمام منصوب من الله المختار من منصوب من الله هنا وقعت المفارقة إن إبليس كيف يفعل هو سيكون لعبته هو أنه يحاول أن يجعل هذا الصراط المستقيم يتماهى مع الرأي يعني يتماهى مع اختيارات الناس يزيف الحقار ويبعده عن النص يعني يبعد الصراط المستقيم عن أن يكون منصوصا عليه من الله يوم الغدير هو تنصيب وتنصيص على أمير المؤمنين قال رسول الله صلى الله عليه وآله ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم هنا هذه أذى تقعيد هنا ستكون الرسالة برمتها تثبيت الرسالة برمتها سترتبط ارتباط مباشر بتعيين الولي باعتبار أن الصراط المستقيم متجسد باتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وطاعته في زمن النزول بعد ذلك زمن التأويل زمن ما بعد الرسول لا بده أن هذا الصراط المستقيم يمتد لا يتوقف فالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله هكذا مد هذا الصراط أو وصل هذا الصراط بحيث لا يختفي من بعده فقال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا نعم أولى بالمؤمنين من أنفسهم هذه جزء من آية في القرآن الكريم تمثل الناس طبعا عندما أقول جزء من آية في الحقيقة لو أردنا أن ندقق سنجد بأنه القرآن الكريم الفواصل التي في السور هذه الفواصل التي نسميها آيات القرآن لا يسميها هذه آيات وإنما يسمي الآيات يعني عندما يطلق مصطلح الآية يطلق مصطلح ما يتبين منه دلالة قائمة بنفسها أما هذا التدوين وهذه الفواصل فهي لأجل حسابات معينة ترتبط مثلا بعدم يعني لأجل أن أشخص لك أقول لك مثلا الآية كذا من سورة البقرة لكن استعمال القرآن للآية يعني هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هذه الآيات المحكمات هي ما تكون محددة تحديدا دلالية فقد تشترك مجموعة من الآيات بالمصطلح التي نسميها بين الفواصل لتحقيق آية واحدة محكمة لتحقيق علامة واحدة محكمة باعتبار أن الآية في المعنى اللغوي هي العلامة والقرآن يستعمل هذه المعاني طيب فلا بأس إذا قلنا بأنه أحيانا جزء من الآية مثل إنما يريد الله ليذهب عنكم الركس أهل البيت ويطاهركم تطير هذه جزء من آية في النظم اللي نقول عليه المكتوب في القرآن في قضية كيف نرقم آية بعد آية لكن في الإصطلاح القرآني بالنسبة للدلالة التي جاء بها القرآن لمعنى الآية فالآية هي التي تحقق مثهما متكاملا إما محكم أو متشابه أو يعني يكون قابلا لأن يقرأ قراءة قصصية وما إلى ذلك يعني هذه فقط ملاحظة أريد أن أقولها نعم أحسن إذن هذا التعبير عندما قال الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم هذا يعني بأنه جعل على النفس أو جعل للنفس إماما فأنت اختياراتك الداخلية اللي موجودة في نفسك واللي عندك صلاحية تكوينية من الله تبارك وتعالى بأنه أنت تختار ما تريده بالنسبة للمؤمن لمن أراد أن يؤمن بالله اختيارات الرسول مقدمة على اختياراته لذلك هو أولى فيتقدم هذه هي عنوان الولاية هذا العنوان الرسول قدم من البداية لكي يوضح ما المقصود بولاية أمير المؤمنين إنها ذات هذه الولاية أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا نعم قال ثمن كنت مولاه فهذا علي مولاه هنا أصبحنا ننظر إلى هذه الولاية باعتبارها إشارة تامة إلى الصراط المستقيم فلا تستطيع أن تقول بأنك حققت حكم الله أو حققت رضوان الله أو اتبعت شرع الله إلا باعتبار أنك تغالي أمير المؤمنين والموالات قطعا ليست لفظية لذلك سيقع في المحذور في أن يقعد لهم صراط المستقيم إبليس سيقع في المحذور حتى الذين يدعون لفظا بأنهم على ولاية أمير المؤمنين لأن هذه الولاية ولاية عملية وتطبيقية تامة والتمحيص إنما تم يعني قضية أن الله تبارك وتعالى شاء أن يتدخل إبليس وينظر إبليس ويوسوس إبليس ويكون لإبليس أعوان ويكون لإبليس تمثلات ويظهر من القاع شخصيات معينة تزاحم أهل البيت على مقامهم كل هذه المشيئة إنما تمت لأجل التمحيص والتمحيص ليس يعني عبارة يفهمه الأخوة باعتبارها يعني قضية بسيطة وسهلة يعني حتى نحن الذين الآن نتحدث في قضية الولاية ممتحنين ونرجو من الله أن ننجح في هذا الامتحان على المستوى العملي وليس على المستوى القولي فقط لأنه على المستوى القولي كثيرين ممكن أن يقولون بأنهم على ولاية أهل البيت طيب نتوقف عند هذه القضية نعم كما ذكرتم القضية ليست قولية نعم تدرجتم في بيان قضية مراد الباري عز وجل ومطلب إبليس أن يقعد الصراط المستقيم وبينتم الصراط المستقيم هو ولاية أبي المؤمنين أو في العموم من نصبه الله سبحانه وتعالى نعم أحسنت طريق إلى الله سبحانه وتعالى إن كان رسولا أو نبيا أو إماما نعم فمقصد ومراد إبليس أن يقعد على هذا الطريق هو لا يقعد عليه يقعده لأقعدن لهم مو لأقعدن على الصراط أحسنت يعني بمعنى أن الصراط جعله الله قائما بمعنى يحظف سيجعلك يتراءى لك بأنه ليس قائما ليس واضحا لذلك الآن مثلا تابع باليوتيوب راح تلاحظ الحوارات التي تحصل على مثلا قضية تنصيب أمير المؤمنين يوم الغدير ستلاحظ مجموعة من الناس تحاول أن تتأول الذين لا يؤمنون بالولايات لماذا؟ لأنهم يريدون أن يقعدوا الصراط المستقيم يعني يقولون لا الدلالة ليست واضحة وإنما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله في قضية الأولى هو الناصر هو المحب يعطوك إشارات وعلامات هي لمحاولة أن يقعدوا ما أقامه الله في الحقيقة لا يمكن لأحد أن الله يقيم شيئا ثم يأتي أحد ويقعده واقعا لكن ما الذي يحصل؟ تتراءى لك الأشياء لأنه بالنتيجة التأثير عليك في الواقع الخارجي لا يوجد التأثير يعني الصراط المستقيم باقي يعني عندما زاحموا أهل البيت عن مقامهم مقام أهل البيت هو باقي لأنه مقامهم ما يرتبط بأنك تقوله يعني توافق عليه أم لا توافق يعني علي بن أبي طالب هو الذي يحكم بحكم الله قضية أنك تحتكم إليه أو تقول بأنني لا أحتكم إليه أو تدعي نفي هذه الحاكمية له هذا يؤثر عليك فقط لا يؤثر على الحاكم لا أثر على مقام أمير الموني عليه السلام يعني مثل إذا أردت أشبه حتى يجي الصورة صحيحة مثل إنسان جميل الله خلقه جميل هسألوا تجتمع الناس كله الصيح لا هذا مو جميل خلو احنا نعرف أكو ناس مثلا أحيانا يرون شخصا مثلا يمتلك ميزات معينة وظاهرة عليه لكنهم يحاولون أن يقولوا لا هذه ليست له ما يستطيعون هو وجهه جميل خلاص هذه القضية أنت بالنسبة إليك إذا رأيته غير ذلك أو حاولت أن تقلل من هذه القضية لن تؤثر عليه فكذلك أن أمير المؤمنين عندما نصبه رسول الله وليا للمؤمنين انتهت القضية أصبح هو الولي وهذه الولاية لا يمكن أن يقعدها أحد لكن ممكن أن ينهزم منها يبتعد عنها يظل للآخرين يأخذهم يحارب الإمام جسدا لكنه لا يستطيع أن يحاربه فكرا لا يستطيع أن يحاربه منهجا لذلك مهما حاولوا أن يسيءوا إلى هذه القضية فهم أساءوا إلى أنفسهم وأتباعهم أما النور الذي أراده الله فهو باقي النور فمن هذه الناحية نقول بأنه أبليس لم يقعد هو أبليس خرج عن الصراط المستقيم صحيح لا يمكن أن يقعد عليه صحيح هو خارجه وهو نور والأبليس ظلمة لكن ماذا يفعل يعطيك مثلا الصراطات هو يدعي بأنها أيضا هذه مستقيمة هذه الكلمة قد لا أفهمها البعض نعم لتنزل عند تفكير عوام الناس نعم كيف يصور للإنسان كيف يهيئ هذه الأفكار للإنسان طريقة عمل إبليس قد لا يفهمها البعض هي منعكسة ضمن الآن الفضائيات وشبكة المعلومات وكل برنامج كل مقطع فيديو كل ناس تتحدث ممكن بأنه نأخذ نأخذ هذه الكلمات وهذه الإشارات ونعتبرها من وساوس إبليس لماذا؟ لأنه القضية الإبليسية منعكسة ضمن ما يطرحه الناس وما تطرحه المناهج فبالنتيجة مثلا محاربة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أخوة مو تمت عبر يعني كائنات فضائية لا هي تمت عبر البشر صحيح التأويلات علماء أو يسمون بالعلماء لأنه هذا المصطلح دارج فلديهم مثلا كتب ومصنفات كلها تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن أهلية بعض الطواغيت للحكم وأنهم يمثلون مشروعية الله تبارك وتعالى هؤلاء ماذا تسبهم؟ هم يحققون نفس المشروع الإبليسي لذلك البعض وهذا أعتقد تحاورنا به البعض عندما ذكروا بأنه القصص القرآن يمثل رمزية صحيح هم أرادوا أن يتجهوا إلى هذه النقطة ونحن قلنا بأنه الرمزية متحققة لكن الوقائع قد تمت يعني لا نستطيع أن نقول لا يتوجد وقائع وقائع موجودة وقائع غيبية موجودة في الملكوت في قضية أن إبليس كشخص له حقيقة وجودية مرتبطة به هو كشخص يعني ليس لن يكون إبليس كما حاول البعض أن يصوره بأنه الشق الشرير أو الظلماني في النفس الإنسانية عندما تريد أن تتمرد لا بل هو والملائكة الشق الرحمني في النفس الإنسانية هذه الرموز لكن الرموز نفسها تشتغل يعني الآن في قضية الإنظار مثلا قضية أنظرني إلى يوم يبعثون إنك لمن المنظرين هذا الإنظار نفسه إحنا اللاحظة عند بني البشر يعني الظالمين الآن هم منظرون أيضا لماذا؟ لأنه أي شخص يعطى بغض النظر عن المدة الزمنية يعطى مدة زمنية معينة لكي يفسد ويسفك الدماء مع أن الله تبارك وتعالى لا يقبل الظلم أبدا هذه السماحية هي نفسها أنظار لذلك الملائكة عندما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها هاي أتجعل ضمن فكرتها الدلالية أيضا تأخذ أتنظره يعني تعطي أنظارا تحتم بابا في السابق تناولنا قضية أنظار إبليس وسبب أنظار إبليس ولكن أنظار الظلمة كيف نحن أنظار؟ يعني أنا أعيش خمسين سنة وأكو كثيرين عاشوا خمسين سنة من حياتهم لماذا هذا الانظار من الله سبحانه وتعالى لماذا هذا الانظار من الله سبحانه وتعالى لأنه لابتلاء لابد أن يتم لأجل أن تستكمل النفس الإنسانية تستكمل ارتقاءها يعني الإيمان عندك مع طول اختياري فلابد أن تكون هناك مسافة أن تتخذ فيها الصراع لكي تتنامى نفسك وتتحقق عندك الصفات الحسنة باختيارات من عندك يعني الإنسان إذا أردناه نقول بأنه يولد كخام لا نقش فيه لا نستطيع أن نسبغ عليه صفة إلا من جهة القوة فلا يوجد إنسان يعني ينولد ونستطيع أن نقول هذا مؤمن أو كافر صحيح لكن يمتلك القوة المدعى لكي يؤمن ضمن هذا الفهم لا بد أن يعطى فرصة لأنه إرادة لا بد أن تشتغل فتشتغل كيف؟ يعطى مدة زمنية معينة يبدأ أولاً بمراحل الاستيعاب للأشياء يستوعب هذه الأشياء يبدأ بتحليل هذه الأشياء يبدأ باتخاذ قرارات أحياناً القرارات تجره إلى ساحة الإيمان أحياناً لا يتخلى عن الإيمان أو يتخلى عن ما أودع فيه من قوة إيمانية ويستبدلها أو يدس فيها قوة شريرة نتيجة إرادته ونتيجة رغبته مثلاً في أشياء معينة تتعلق به لذلك أن يسمح لفترات معينة بحصول الشر عندما يختار الأشرار أن يفعلوه هذه القضية من دونها لا يتحقق عندك يعني كل شيء يسقط لا يوجد عندنا لا مؤمن بعد ذلك ولا كافر لذلك الله قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كافر طيب لا تهديه السبيل لا تجعله سميعاً بصيراً بعد ذلك لا يمكن أن يكون شاكراً أو كفوراً لماذا؟ لأنه لا بد أن تعطيه المدة الزمنية وليس فقط المدة الزمنية أن تتحول نقاط معينة يحصل فيها صراء لأن القضية ليست قاعة مدرسة أن تتعلم فيها وتتخرج القضية أن تتتخذ قرارات مصيرية مرتبطة أحياناً حتى بحياة الناس الظلم عندما أرادوا أن يصلوا إلى سدة الحكم فوصل بعضهم إلى سدة الحكم عبر كثير من الخدع والحروب بالنتيجة بعد ذلك عندما أرادوا أن يثبتوا على حكمهم أيضاً خاضوا حروباً وخاضوا في دماء الناس فتلاحظ بأنه هذه الفترة أيضاً يتمثل فترة إنظار هذا الإنظار شمل ليس فقط إبليس إبليس يمكن أن يكون إشارة مستمرة إلى يوم البعث لكن في التمثلات البشرية له فممكن أن كل إنسان عاش فترة من الزمن ونفذ ظلماً وأطاح بالناس وأفسد في الأرض هذا عند فترة إنظار ولذلك الله تبارك وتعالى عندما يحاسبه يحاسبه على أنه أعطاه الوقت الكافي ليتخذ القرارات فأنظره حتى أنه لم يتعجل الله تبارك وتعالى في إيقاء العقاب عليه عند كل عمل يقوم به فيجمع هذه الأعمال التي بعضها أعمال يعني لا تستطيع أن تصفها لأنه فيها من الجرائم لا يحتمله القلب لأنه أحياناً بعيدين عن الوقائع عما إذا جئت إلى التأريخ من بدايته إلى الآن فسنلاحظ بأنه أعمال البشر الأشرار أقصد من البشر أعمالهم مرعبة إلى أبعد الحدود يعني لا تورعون لا في دم لا في هتك عرض لا في نهب لا في سلب ويتعاملون أسوأ بكثير مما تتعامل الوحوش الضاري الوحوش الضاري ممكن بأنه تجوع فتحاول أن تفترس هم يفترسون رغبة أحياناً يفترسون على الظنة يعني إذا ظن حاكم من الحكام بأنه هذا ممكن أن يشكل عليه خطر قد يشكل قد يشكل عليه خطر فممكن أن يتخذ القرار بالإجازة عليه لذلك في الحقيقة حتى الذين يدعون بأنهم من أولياء الله وأنهم يوالون أهل البيت عليهم أفضل الله صلى الله عليه وسلم لا تكفي هذه الإدعاءات يجب أن يعودوا إلى أنفسهم إذا كانت عندهم رغبات في السلطة بغض النظر عن كيف تكون هذه الرغبات إما بسلطة كبيرة عامة مثل سلطة رياسة سلطة زعامة أو حتى على مستوى يعني يجد الرغبة في أن تتبعه الناس على ما يرى وما يقول وما يريد هذه كلها تمثل تمثل إبليسي في نفسه سواء قال لأنه أصلاً باسم أهل البيت ممكن أحد يجد أنه فرصة له لكي يصل إلى السلطة وهدفه السلطة ليس أهل البيت لأنك لو جئته بناص من أهل البيت وتقول له يا أخي أهل البيت قالوا اتركوا السلطة سيقول لك لا أنت أنت تخالف هذا التأويل من عندك لم يقل أهل البيت نتوقف عند هذه النقطة أستاذ عباسو هي نقطة مهمة قضية موالاة أهل البيت فعلاً لا قولاً والحقائق المترتب على هذه القضية وكيفية اتباع أهل البيت واتباع الصراط المستقيم ولكن بعد الفاصل مرحباً مرحباً كرام فاصل قصير ونتواصل معكم في هذه الحلقة برنامج حيات المصطفى أتدلني كيف القواف تبدع وعلى غديرك كيف يجري المطلع أم إنه خفر لثورة خاطر وصل يجن وآخر يتمني ومع حقائق الموجودات ثم سخرها لخدمة البشر وكيف لا يسخرها لخدمته وهو أكرم المخلوقات عنده يدخل الحديد في العديد من الصناعات ومنها صناعة الصلب والحديد التي تعد من أكبر وأهم الصناعات في العالم فإن البلد الذي يقيم صناعة الحديد والصلب سيحفز لقيام صناعات أخرى كأن تكون مغذية لهذه الصناعة أو مستهلكة لما تنتجه كما يعد من أكثر المواد الأولية التي تدخل في مجال الصناعات المتنوعة قديماً وحديثاً رغم أن هناك العديد من المعادن والفلزات التي دخلت في الصناعة إلا أن الحديد يبقى المعادن رقم واحد في الصناعات ولو لم يكن ذا أهمية كبيرة في حياة الإنسان لم يتطرق إليه القرآن الكريم في آياته المباركة ويضرب المثل في قسوده بسم الله الرحمن الرحيم جوهره المصفى في رضامك يصدع ألقيت طرفي ألقيت طرفي للسماء وجدتها شفة تؤذن والملائك ركع حسبي بعيد كأنني عزفت يدي أو تار ما وهب البطين الأنزع مشاهدنا الكرام حياكم الله من جديد في هذه الحلقة ببرنامج حياة المصطفين والحديث عن المواجهة بين آدم عليه السلام وإبليس وتناولنا قضية المواجهة بين إبليس وقضية الغدير قبل العودة إلى ضيفي ننوه إلى أرقام الهواتف الخاصة بالبرنامج التي ظهرت أسفل الشاشة بالإمكان انتصاله طرح الأسئلة فيما يتعلق بموضوع إبليس وقضية الغدير وأمير المؤمنين حياكم مواجهة حياة الله وزينا طيب قد يسأل سال يقول أنتم العنوان لديكم المواجهة بين النبي آدم عليه السلام وإبليس وتناولتم قضية الغدير ما ربط آدم بهذه القضية آدم عليه السلام كان يمثل التمهيد لأنه كما أن إبليس من البداية يحاول أن يقعد الصراط المستقيم فإبليس يحاول أن يشير إليه الإشارة آدم عليه السلام يحاول أن يشير إليه الإشارات التي تجعله ظاهرا باعتبار أن آدم عندما قال الله تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها فأول شيء قام به آدم هو الإشارة إلى الصراط المستقيم للملائك لأنه أنبئهم بأسمائهم هذا الإنباء هذا الإنباء بالأسماء عندما قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إذا دخلنا في عمق هذا الناس سنجد بأن الملائكة ظهرت لهم مشخصات أو أنوار أو أسماء هذه لم يعودوا يعرفونها فأصبح لا بد من معرفتها للتقرب إلى الله هذه الظاهرة آدم عليه السلام أصبح من خلالها مسجودا له أو متبوعا من قبل الملائكة يعني الملائكة خضعت وانقادت لآدم باعتباره معرفا أو من ينبئ بأسماء المعروضين إذن أصبح الصراط المستقيم يرتبط بالمعروضي يعني هم يمثلون الطريق إلى الله من دون شبهات كيف؟ الملائكة حصلت عندها هذه الشبهة أتجعل فيها؟ من يفسد فيها ويسبك الدماء هذه الشبهة لو لا العارف لبقيت لأنه بالنتيجة الملائكة هذا الاستفهام عندهم إذا حللناه سنجده يشير إلى عدم قناعة أو عدم فهم عدم فهم لسيرورة الخريقة برمتها يعني هم لا يفهمون ماذا الذي سيحصل كيف سيكون هناك فساد وسفك دماء كيف سيكون هناك قتل يعني كيف هناك سيكون حرمان لأناس من حقوقه هذه كلها الملائكة تشهد والجواب جاء عن طريق معرفة الأنوار طيب لو أنه ما تم العرض لبقي استفهام الملائكة في داخلهم لأنه الله تبارك وتعالى الفكرة مو أنه أنت تقول له نعم أنت كل ما تفعله يا إلهي انتهى الأمر أنا أسلم وإن كان هناك عدم موضوح للرؤية في داخلك الله تبارك وتعالى له الحجة البالغة صحيح فالله سبحانه وتعالى عندما يحتج ويظهر الأمور يظهرها بحيث تنطفئ كل نيران الريب والشك في النفوس لذلك ولاية أمير المؤمنين عندما نأتي إليها لأنها هي الماحقة للشك والريب أما دونها في الشك موجود والريب موجود لكن ماذا يفعلون هم يحاولون أن يكبتوه في داخلهم يعني لا يشككون لا يحررون هذا الشك فيقول لك نعم تقول له طيب الله أليس الأفضل بأنه ينصب رسول الله من يأمر أو من يكون في اتباعه قناعة أو يقين بأننا على الطريق الصحيح لماذا نترك الأمر إلى أنفسنا يا هو الأفضل سيقول لك طبعا ذاك لو كان حصل الأفضل لأنه بالنسبة إليه ينكر حصوله تقول له طيب إذا كان ذلك الأفضل لماذا يفعله الله يقول لك لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون يحاول أن ماذا يقول يقول لك بأنني أؤمن فقط بما يصدر عندي حتى لو أنني فقدت إمكانية أن يكون حكيما هذا طبعا في حقيقته هو طال في الله يعني صورة الله الذي عنده هو صورة الملك الجبار الذي يريدك أن تطيعه حتى وإن أخطأ حتى وإن أدخلك في صراعات ما كان لها لزوم أصلا يعني بعض الملوك يأتون بالرعية الرعية تسجد لهم تعبدهم تطيعهم لكن ماذا يفعلون نتيجة صراعات هو داخلية في نفسه يريد أن يسود على كل الناس فيبدأ يشن مثلا حملات لقتل الآخرين للإجازة على ملك آخر وهؤلاء رعية ويمشون هم يتوقعون بأن الله بهذا الشكل يجب أن تذهب طيب كيف نفهم قضية لا يسأل لا يسألوا عما يفعلوا وهم يسألون طيب الله تبارك وتعالى لا يمكن أن تحاسبه المحاسبة التي تتمكن من خلالها بأن توقع فيه عقابا أو جزاء يعني الله تبارك وتعالى ليس هناك من هو أعظم وأقوى من الله ليحاسب الله فإذا مر لا يسأل بمعنى لا يحاسب طيب وهذه معناها مختلف تماما عما ذهبوا إليه يعني لا نقول بأنه لا يسأل عن الحكمة بس بالعكس الحكمة ظلت المؤمن يعني لا بد وأن نسأل نحن ما الحكمة في ذلك لماذا الله تبارك وتعالى مثلا ما ترك الأمر للناس لأنه لو ترك الأمر للناس لفسدت السماوات والأرض فالله تبارك وتعالى الحكمة في كل ما يفعل موجوده ولا بد للإنسان أن يبحث ويمكن أن يسأل لكن السؤال مرة أقول لك مثلا أنا أسألك عن شيء هذا أسألك مرة لأجل أن أستعلم استفهام استفهام ومرة لأحاسبك صحيح فعندنا هنا هذه الآية مرتبطة بقضية الحساب وهم يسألون هم يحاسبون يعني أنت ليس لك أن تحاسب الله وتريد أن تحاكم الله أما السؤال عن الحكمة مختلف أتجعل فيها من يفسد فيها هذا سؤال هذا سؤال عن الحكمة هذا السؤال لا بد أنه تنطفئ نيرانه في داخل النفوس وإلا سيبقى هو يعلم بأن الله خالقه لكنه في داخله لن يجد إلا أن يطعن أو يشك في الحكمة وهذه القضية لا يمكن أن تستقيم أحسن كيف وصلت الملائكة إلى مرحلة أنها علمت وفهمت بعد عرض الأنوار التي عبرت عنها النص المبارك بهؤلاء ثم عرضهم على الملائكة وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إذن هؤلاء تكلفوا أو تكفلوا عفوا بإجابة السؤال المهم أنه حملوا في داخلهم أو حملوا عند عرضهم التبرير الذي أطفأ الشكوك أو أطفأ الاستفسار هذا التبرير يجعل منهم الصراط المستقيم لأنه يبررون أو يعطون المبرر للخلق برمته فكأنما هم ثمرة الخلق التي يمكن أو تسمح لحصول هذا الصراع ما دامت هذه الثمرة ستتحقق في النهاية فمن هذه الناحية يكون آدم عوداً على سؤالكم يكون آدم هو الممهج وهو الذي يدفع باتجاهي أن يشير إليهم أو يكون الصراط المستقيم قائماً يعني من الأدوات والآلات التي تجعل الصراط المستقيم قائماً ولا يختفي منذ بدء الصراع منذ خلق آدم إلى يوم الغدير وكل الأنبياء والرسل سيقومون بهذا الدور الذي مثله آدم في بداية الصراع طيب سيد عباس بما أنكم ذكرتم الأنبياء والرسل المتابع لنا يقول لماذا هذا التركيز في موضوع الصراط المستقيم والولاية بشخص أمير المؤمنين بالذات قبل البعثة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله ألم يكون هناك رسل نبياء يمثلن صراط المستقيم وأنتم تأتون فقط في قضية الصراط والولاية وما إلى ذلك في شخص الإمام علي عليه السلام لا ليس هذه ليس الفكرة بهذا الاتجاه الفكرة أن الله تبارك وتعالى له غاية وهذه الغاية تتفتق غايته أن يصل الإنسان إلى الكمال لذلك الله تبارك وتعالى عبر هذا التعبير فيما يتعلق بتنصيب أمير المؤمنين وهو هو قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا طبعا رضيت لكم الإسلام دينا هذه العبارة إذا جئنا إليها سنجد بأنه دين الإسلام مع جميع الأنبياء ورد يعني جميع الرسل ورد ما يرتبط بأنه واشهد بأنه مسلمون فالدين عند الله الإسلام طيب منذ بد الخليقة منذ انطلاقة قضية آدم عليه السلام والدين عند الله الإسلام بمعنى التسليم التام رضيت لكم الإسلام دينا وتمام النعمة هذا تعني بأنه هذه هي الجنة هذا هو المرحلة التي نجني فيها الثمرة كل الجهود السابقة للأنبياء والمرسلين والأوصياء والمؤمنين كلها هذه كانت تدفع باتجاه هذا الشروق أن يكون هناك دين ونعمة وهذا الدين وهذه النعمة التامة تكون كاملة والله تبارك وتعالى يرضاها ويكون التطبيق الآن كل شيء جاهز للتطبيق والناس تنعم بالعدل في هذه المرحلة معناها كل الأنبياء السابقين كما ذكر نفس القرآن الله تبارك وتعالى أخذ من النبيين ميثاقه وأخذ ربك من النبيين ميثاقه الميثاق هو الميثاق هو ما يرتبط بالصراط المستقيم نفسه لكن ضمن حدود ورموز ممكن أن يدخل فيها الصراط المستقيم بعنوان التوحيد والكتاب والولاية والقرآن كل هذه الأمور يمكن أن تدخل لكن بالنتيجة النهائية نحن كمكلفين ما الذي نريد أن نلامسه بشكل مباشر نلامس ذلك القائد الذي إذا أطعناه أطعنا الله إذا اتبعناه كنا على الصراط المستقيم الصراط المستقيم لأنه النتيجة الصراط المستقيم لا يمكن أن يتجزأ ولا يمكن أن يتكثر بحيث يصبح كل طريق أنا أختاره يكون صراط المستقيم هذا تضعيف أو هذا توهين للعزة الإلهية الله عزيز والعزيز سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتقبل إلا ما أراده هو لا يمكن أن يتقبل أي إرادة لذلك هذه العناوين التي يعطوها أحياناً مثل عنوان الصراطات المستقيمة مثل عنوان بأنه بعدد أنفاس الخلائق أي طريقة أنت تختارها مرضية من الله هذا لا يستقيم مع تطبيق الحدود ما اهتديت ما اهتديت أي مع تطبيق الحدود مع تطبيق الشريعة لا يستقيم لا يستقيم نعم ممكن أن يستقيم بحالات معينة مرتبطة بإلاقة الذات بالله تبارك وتعالى كيف تتفكر كيف تعرف عظمة الله هذا شيء آخر هذا مرتبط بالإيمان الذي هو كيف يصبح الإنسان عارفاً بالله تبارك وتعالى أما من الناحية العملية التطبيقية التي جاءت دين إليها لتطبيق العدل بين الناس فهذه القضية قضية حكم أنت لا تستطيع أنه تترك الأمر لأهوانه وبالتالي يحصل ظلم هذا معناها الظلم مبرر أو مقر من الله تبارك وتعالى أصلاً استفهام الملائكة ينافي هذه الفكرة يعني تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء تحمل عنوان باطني بأنه الله ليس من صفته بأنه يرضى بأن يحصل ظلم أو فساد أو سفك الدماء لا يرضى بذلك يسخط الله تبارك وتعالى عليه فما الذي يجعله أو ينظر الناس ليفعلوا مثل هذه الأمور يمنع التدخل الآن لمثل هذه القضايا فإذن بمختصر نستطيع أن نقول بأنه الله تبارك وتعالى أراد الإبتلاء أراد الإمتحان لغاية أن تبلغ القضية ظهورها التام فالله إذا موضوع التكامل حصل في يوم الغدير وآية الغدير الدلالة على ذلك التكامل التشريع الإسلام الإكمال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بمعنى أن الله تبارك وتعالى جعل هذا الدين غير قابل لأنه ينحرف غير قابل لأنه يتلاشى فهذه عنوان الديمومة الكمال هنا بعنوان أن الدين أصبح كاملا ولا يحصل انتكاسة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه نحن وجود الرسول يعني لو تخيلنا بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله كان سيبقى دائما أبدا يعني لن يموت وسيبقى هو الذي يحكم بإسم الله يتقطعا هو هذا كمال هو هذا كمال الدين وولاية الرسول كافية لكن القضية ليست هنا القضية أولا يراد من عدها الابتلاء والامتحان الحياة الدنيا ترتبط بأن الناس تنتهي حياتهم ويبتلون فأصبح الابتلاء بولاية أمير المؤمنين هي الفيصل وهي التي تحسم بعد أن سلم الناس أمورهم لرسول الله وقالوا آمنا برسول الله بأنه رسول هل هذا يكفي أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذب أحسنتم أستاذ عباس نتوقف الاستقوال الاتصال من أخ علي كريم من بغداد علي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كل عام وأنتم بل وخير وأسعد الله أيامكم ربي يحفظكم إن شاء الله طبعا أنا أدي شبهي التتاع بعد التحية للدكتور الله يحفظ أشكركم أكو تشابه مرات إلوم إبليس لأن الله عليه لأنه لم يمتتل لأمر الله سبحانه وتعالى حينما طلب منه السجود لهذا وبحجة أنه إشراك بالله سبحانه وتعالى اليوم المطلب أيضا من الله سبحانه وتعالى هي بالوساية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعلي ابن أبي طالب يعني الإنسان هنا مو أشد جرما من إبليس لأنه أيضا نفس الطلب وبحجة الإشراك أيضا هو ماري جنساء لهذا الأمر يعني أقول أكو تشابه بين هذا الأمر وهذا الأمر أيضا هناك مطلق في السماء من إبليس أنه يفجد لهذا وهناك مطلق بالأرض أنه يدعي للوفاء لعلي ابن أبي طالب بعد الرسول واضح تسمع جواب إن شاء الله الله يحييكم هذا المطلب نختم به الحلقة في دقائق تقريبا عشر دقائق في قضية موقفنا ووقف إبليس يعني نحن حاولنا أن نذكر مفردة التمثلات يبدو أنها ممكن أن تكون أيضا يعني البعض لا يفهم المقصد منها تماما التمثلات بمعنى أنه كأنما إبليس يظهر بموقف معين من بشر معين فيكون هو طباق لذلك المشهد الأول الذي له يعني كما تنع إبليس عن تلبية أمر الله بالسجود لآدم بالخضوع والإنقياد سنجد بعض البشر يرفضون الأنصياع إلى الولاية فيكون إبليس قد تمثل به لأنه كأنما كيف قال هو في ما ذكره الذكر الحكيم بأنه لا أحتنكن ذريته إلا قليلا أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لأن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا أحتنكن كيف أنك تركب الداب ثم يضعون هذا الرسم حول حنكها فيجره فيقودها وهذا هو الذي عبرنا عنه بالتمثل الآن سأحاول أن أعطي يعني تعبيرا آخر الصورة أوضار نقول بأنه ذلك العالم الذي يتحدث عنه النص لنحن ما شهدنا عالم غيبي وإذ قال ربك للملائكة أني جعل في الأرض خليفة ويظهر عندنا إبليس الأحداث التي تحصل عندنا تمثل مرآة عاكسة له فما حصل في الغدير من محاولات البعض لطمس معالم ذلك المشهد وذلك التنصيب وتلك البيعة الكبيرة ومحاولة الانقلاب عليها هي تمثل بالضبط يعني تروح مرآة تعكس لك ما كان قد حصل من أنه كيف أن الله يأمر بأن تتبع شخص وهذا الشخص يكون عنوانا لتحقيق رضا الله إذا كنت عابدا لله لكن مع ذلك تظهر الانا متجسدة التي تسعى إلى السلطة وتجد في نفسها الفوقية تجد بأنه أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين هذه الشخصية هذه الشخصية لماذا هو أفضل مني وكانت أذكر في بعض المرويات أنه أحيانا أبو أبو سفيان أعتقد عندما رأى الرسول قال في قلبه بماذا غلبني هذا يعني هو يجد في نفسه إلى تلك اللحظات الأفضل بأنه هو أفضل يعني كيف هذا تفوق علي وقدر يغلبني وقدر يكسر شوقتي ودخلت إلى الدين وهذا الحديث في نفسه ويعني كما أتذكر هذه المروية بأنه رسول الله أجابه قال بالله غلبتك يعني لأنني أنا مرتبط بالله تبارك وتعالى فإذن هؤلاء لا يستطيعون أن في داخلهم أن يذعنوا لمن ينصبه الله يعتقدون في داخلهم بأنهم لهم الأفضلية وحتى الأفضلية التي يحاولون أن يتعكزوا عليها هي ليست منهم يعني هم بالنتيجة لاحظ إبليس يقول خلقتني من نار وخلقته من طين يعني ينسب الاختيار في الخلق إلى الله هو الذي اختار هو الذي جعلك هكذا فبالنتيجة هو لا يستطيع أن يفتخر بشيء له لا يقول مثلا أنا مثلا آمنت أو عملت العمل الفلاني يعود إلى أشياء معينة ترتبط به كما الآن مثلا البعض يحاول أن يفتخر بالعزوة يعني العشيرة هي ليست منه الله جعله الله خلقه فيها قسم مثلا يتفاخر بشيء له علاقة بالجسد بالقوة الجسدية بالصوت بأي ميزة يكون الله قد وهبها لكنه يعتقد بفوقيته هذا طبعا كمثال نجده الآن عند كثير من المشاهير المعروفين مثلا هؤلاء لأنه لديهم مثلا صوت جميل هذا الصوت الجميل الله وهبهم له لكنهم يشعرون كأنما هم أعلى وفوق ويبدأون من هذه الظاهرة وتنتفخ عندهم الأنا فكذلك هؤلاء ما استطاعوا أن يطيعوا من أمر الله تبارك وتعالى بطاعته لأنه إبليس تمثل فيه أو أنه هذا المشهد هو يمثل المرآة العاكسة لذلك المشهد باعتبار أن القرآن هو حجه صحيح القرآن ما جاء لي قصة القصص لكي يعني نقول أننا تعلمنا قصة كما نمر مثلا في حياتنا تمر بعض المشاهد بعض الأحداث فنخزنها لحظة ثم تختفي الآن القرآن الكريم حج عليك فلابد أن تكون دقيق كل ما حصل في قضية إبليس يجب أن يعكس مثلا الله تبارك وتعالى له الأمر هو من قال وإذ قلنا الملائكة الجدود لآدم هو من أمر الملائكة بالسجود لآدم إذن هو من اختار آدم فإذن الاختيار له الله لم يسمح مطلقا بأن يتدخل أحد ما ما يكون كان إبليس يعبد كان إبليس قد نذر نفسه إلى عبادة الله كان إبليس الملائكة غار منه أو تعتقد بأنه هو أفضل منها نتيجة كثرة العبادة التي تظهر عليه في ضمن هذه الأمور نحن نلاحظ بأنه الله ما أطاه الاختيار بالرغم من أنه كان يظهر بمظهر العبادة صحيح فإذن بعد ذلك لا يكون أحد ويأتي ويتفضل ويقول الأمر لنا نحن لنا سابق لنا لاحق لنا ما أعرف هذه المسميات كلها يجب أن تنتفي يعني نأتي بالواقعة ونحاكمها على مستوى النص فنجد القصص القرآن يتجه بإتجاه أن الاختيار لله النص نفسه يؤكد أنه لا توجد خيرة للناس وإنما الاختيار لله ما كان لهم الخيرة وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة فإذن من هذا الاتجاه نستطيع أن نضبط الحالة ما بين النصية والواقعية أو ما بين الوقائع التي نشهدها فتكون بذلك الانقلاب الذي حصل على الغدير هو ذاته بالضبط قضية أنظرني إلى يوم اللي يبعثون والتوعود التي أو التوعود الذي كان من إبليس وكيف أنه يحاول بأن يجهز على الصراط المستقيم يحاول أن يلقي بالناس إلى حيث الضلال وهكذا أحسنت مواجهة سيد العباس وهذا الربط والبيان كان واضحا في قضية الربط في قضية مواجهة بين آدم وإبليس وقضية مواجهة قضية الغدير شكرا جزيلا لكم حياكم لنعود معكم إن شاء الله أسبوع القادم إن شاء الله الله يحفظكم حياكم الله وشكرا لكم مشاهدين الكرام على المتابعة والإصغاء لنعود معكم في الحلقة الجديدة القادمة في الأسبوع القادم من برنامج حياة المصطفى إن تقبل تحيياتي وتحييات كادر عمل في مكتب النجف الأشرف السلام عليكم ورحمة الله المترجم للقناة